مساء تالت عمل ايه? ان شاء الله نهارده نتكلم فيه اليونت خمستاشر. القاعدة بتاعتنا هناخد فيها الاكس اس الى ونحن لاها كمان من الملخص جيم. القاعدة بتاعتنا متكلم عن حالة اف بس هناخد الحالة الشرطية التانية. تمام? فهنحاول نركز مع بعض علشان فيها شوية حغرات كده. اول حاجة بقال لي بيتستخدم الحالة الشرطية تلاتة حدث عن مواقف غير محتملة. يعني ايه? يعني ممكن اقول لك مسلا انا لو كنت اطول من كده كان ممكن التحق بنادي او بفريق آآ لعبة البسكتبول. انا لو كنت آآ غني انا كان زمان اشتريت مش عارف ايه. كل دي حاجات بنعتبرها ان هي مواقف غير محتملة او شبه مستحيلة. ان انا خلاص انا مش نفع اطول عن اطول ابقى اكتر من كده او يكون معايا فلوس اكتر من كده. يبقى خلاص دي حاجة عاد عليها الوقت فامشين فانها تتغير. زي عندي مسلا اول مثال طيب هي اصلا بتاخد ليه هنا قلت طيب دي ياتي معناها لو كنت ده تعبير دارك جدا بنستخدم دايما مع كل الضمائة. يعني حتى لو عندي هنا او او ات برضو كنت هياخد وكي? ودي جاي لنا قدام تاني شوية. بس تعالي نشوف هي زي بنكون الحالة الشرطية التانية وزي هحل عليها في سؤال اختياري وزي هحل عليها كمان في سؤال آآ ري رايت. تمام? لو كنت اطول كنت هكون شاطر في الباسكتبول. لو كنت رحت انجلترا كنت هزور لندن. طيب كل الحاجات دياتي غير محتملة لانها في الماضي انا خلاص ما كنتش طويل وما روحتش انجلترا فبالتالي دي حاجات مش نفعت احسن. اكون ازاي الجملة بتاعتي? قال لي اول حاجة طبعا هننربل بف عشان كنا سمناها حالة اف اصلا. عندي جملتين. الجملة الاولانية بتبقى في الباس سمن الماضي البسيط. ادي وير ماضي وينت ماضي. كل الافعال هتجيبها في التصريف التاني. يا اما فعل منتظم اخر اي دي. يا اما فعل في التصريف التالي هو شاز. طيب الناحية التانية بقى قال لي عادي الفاعل. بعده بنختار واحدة من الثلاثة دول. يا اما ود. يا اما مايتي اما كود. وطبعا التالتة افعال ناقصة فلازم يجي بعدهم فعل في المصدر. طيب انا هختار مين فيهم? واختاره على اساس ايه? ده هنحكي فيه بعد شوية. بس تعالوا نشوف الاول ازاي ممكن اكون جملة زي كده. لو كنت روحت الاكسر. كنت هزور المعبض. كنا لحقنا الاوتوبيس. لاحز ان عندك هنا الباس تمبل. لاحز كمان ود وميت وكود. ادي ود فعل في المصدر. وكمان ود كاتش فعل في المصدر. علشان كده لما اجا حل فيه سؤال اختياري. يا اما هيجيب لك الماضي البسيط اللي انت هتكمله. يعني تدور لي على فعل يكون في التصريف التاني. يا اما تدور لي على واحدة من التلاتة دول او تدور على فعل في المصدر. يبقى هو يشتغل على ناحية من الاتنين. زي اللي عندي هنا مثلا بيقولي لو انت كنت عارف الاجابة كنت هتقول لي. طيب. ودي فعل في المصدر. اللي مش موجود عندي اللي هو الماضي البسيط. طيب ده مدارع بسيط. ده التصريف التالت مش عايزه. التصريف الاول مصدر انا عايز التصريف التاني اللي هي لو كنت انت عارف الاجابة هل كنت ستخبرني? طيب. ازاي بها اختار ولا ميت ولا كود على حسب ايه? اللي اولا ممكن اح نستخدم ميت بدلا من على حسب معنى الجملة. زي ايه مثلا? افي جابانيز لو كنت تعلمت الياباني. كان ممكن تحصل على وظيفة في توكيو. تعالوا نشوف الزمن بتاعي. فعل في التصريف التاني ماضي بسيط. اف بربط بيها. ميت جيت ادي ميت وهذا الفعل في المصدر. هنا ليه استخدمت ميت ما استخدمتش ود مسلا. اللي عاية جدا لو انت عندك احتمالات في الموضوع. لو انا اتعلمت جابانيز كان ممكن احصل على وظيفة وكان ممكن محصلش على وظيفة في توكيو. ايه المشكلة? مش كل الناس اللي بتتعلم ياباني بتروح تشتغل في توكيو. يبا دي فيها احتمالات. عشان كده بيقولي بين الاقواص ايام نوت شور. انا مش متأكد من المعلومة دي كان ممكن وممكن لا. واحدة كمان. افي هذا لو كان يمتلك الكثير من المال. كان ممكن يشتري عربية جديدة. يعني كان من المحتمل انه يشتري وممكن كمان ما يشتريش عادي جدا. يبقى ممكن استخدم بدلا من لو عندي احتمالات. يعني خمسين في المية الحاجة دي ممكن تحصل خمسين في المية ما تحصلش. بس لسه زي ما احنا بنكون اف ماضي بسيط. ما يتفعل في المصدر. ادي اف ماضي بسيط. طبعا هادي هنا الماضي من هاف يمتلك. وادي مايت وادي الفعل في المصدر. طيب دي مايت اللي هي اصلا معناها ربما او احتمالات. طيب بالنسبة الكود. قال لي كود برضه لحسب معنى الجملة لازم يكون فيه قدرة في الموضوع. يعني ايه? لو احنا كنا روحنا الشاطئ. طيب عشان تروح تسبح او تعوم تي محتاج قدرة. يبقى قد عشان كده قال لي بين الاقواص. we have the ability to do it. احنا عندنا القدرة اللي نفعل ذلك. او لو كان سامي عنده وقت فاضي. كان يقدر يروح النادي. لاحظ ان فيه واحنا حتى بنترجم عربي مش هقول كان هيروح النادي. كان يقدر يروح النادي. كان يقدر ان هو يعوم. كان يقدر ان هو يلعب كزا. يبقى قال لي بنستخدم might بدلا من وض على حسب معنى الجملة لو حستني فيه احتمال ايوى واحتمال لا. بنستخدم كود بدلا من وض برضه لو فيه في معنى الجملة قدرة او تعبير عن القدرة. طيب الموضوع ده هسهله لك خالص لان في الاختيار مش هجيب لك التلاتة وتختار منهم واحدة. تمام? لان اصلا في الاساس التلاتة زي بعض. بس هو هيجيب لك واحدة منهم في الاختيار. بنسبة القاعدة كتابة الجملة اللي هو سؤال الري رايت برضو هيجيب لك واحدة بس بين الاقواص وانت تحله. او يجيب لي حاجة زي كده واضحة جدا في السؤال زي ما هنحل بعد شوي عشان تعرف انت هتختار كود ولا وض ولا ميت. تمام? طيب. تعالوا بقى قال لي ايه? ميت نوت. ايه ده ده فيه نوت هنا المرة دي بقى ديه منفية. ربما لا. او حاجة مش هتحصل. قال لي بتعبر ميت نوت عن شيء محتمل حدوثه. ازاي? او لو كنت رحت المتحف دلوقتي. كان من المحتمل ان هو ما يكونش مزدحم. يعني هيكون فاضي. طيب بين الاقواص كتيب لي يعني احتمال. واحتمال برضو ما يكونش فاضي. ممكن عادي جدا يكون مزدحم في الوقت ده. يبقى في احتمالية. زي ما لسه حالا كنا بنشرح. الفرق بس ان هنا ميت نوت منفية. يعني لو قلت لك لو انت ما رحتش المتحف دلوقتي كان ممكن يكون مشغول. طيب لو انت رحت كان ممكن ما يكونش مشغول. عادي جدا النوت دي مش بتعمل اي حاجة هي بتنفي الموضوع. يعني لو انا عايزة شيل نوت ممكن بدل ما اكتب كلمة بيزي اكتب كلمة اللي هي عكسها. اوكي? مثال تاني. اللي هي الانوار او الاضواء لو النور went off يعني اطعم او طفا. ده برضو في الماضي. قد لا اجد شنطتي او حقيبتي. ايه ده? احتمال ان انت ما تلاقيش الشنطة بتاعتك واحتمال برضو تلاقيها. طيب ليه استخدمت نوت عشان انا عايزة اقولك ان انا مش هلاقي الشنطة يعني الجملة منفية. بس كده يبقى نوت دي استخدمتها عشان تنفيه الجملة. طيب ده بالنسبة الميت. طيب بالنسبة القد نوت برضو. قال لي نفس الكلام. في قدرة بس علشان دي نوت منفية يبقى عدم القدرة او استحال انك تعمل حاجة زي كده. زي المثال ده بيقولي لو انت كنت زرت القصر. انت مستحيل كنت تروح لانها مغلقة. يعني انت زرت البالس او ما زرتوش مش هينفع ان انت تدخل للجاردنز اصلا. يبقى في ايه استحالة او عدم قدرة. وتاني استخدمنا هنا النطة علشان ننفي الجملة انا بقولك ان انت مش هينفع تعمل كده. مش هتقدر تعمل كده. المثال اللي جاي ده واضح جدا بقى. لو انا ملقتش الكتاب بتاعي. انا ما كنتش هعرف اعمل الواجب بتاعي. طبيعي جدا. دي بقى ما فيهاش احتمال. انت واحد مش معاك الكتاب اصلا انت بتكتب فيه الواجب واللي مكتوب فيه الاسئلة انت هتحلها. هتحل الواجب ازاي? فبقولك انا لو ما كنتش لقيت الكتاب بتاعي ما كنتش هعمل الواجب بتاعي. تمام? وبرضه عشان فيه قدرة على عمل الواجب فاستخدمنا كد. وعلشان دي حاجة منفية فاستخدمنا كد نوت. اوكي? يبقى نفس الكلام هو هو مع الاحتمالات كد مع القدرة. طيب بالنسبة الوير دي اللي احنا حكينا فيه اول الفيديو بيقول يمكن استخدام بعد مع كل الضمير والاسماء. يعني ايه الكلام ده? يعني لو عندي مفرد او جمع ياخد كل الاسماء ايوه. زي كده لو انا كنت اصغر من كده كنت هلعب كرة القدم. انا خلاص كبرت وبيعندي اربعين سنة فبقولك انا لو كان سني اصغر من كده كان زماني عملت وعملت وعملت. طيب دي حاجة معالش فيها نوع من الاستحالة. لان انت خلاص مش ينفع ترجع تاني بالزمن الورا. اوكي? طيب بالنسبة الوير المفروض ان اي بتاخد وصف الماضي. بس اف اي وير دي ياتي معناها انا لو كنت انت لو كنت هو لو كان بيعبر عن الاستحالة. زي بالزبط الملحوظة اللي جاي دي قال لي يمكن استخدام اف اي وير يو. لو كنت مكانك عشان في يو. لو انا كنت انت. طبعا دي برضو استحالة. بس دي بنستخدمها كتعبير للنصيحة زي يو شد كده مسلا. بدل ما اقول لك انت لازم تشوف دكتور اسنان كويس. اقول لك لو انا مكانك كنت شفته دكتور اسنان كويس. فاهمين الفكرة? يبقى انا بستخدم اف اي وير دي بنستخدم كلمة وير مع كل الضمير وكل الاشخاص وكل الاسماء. في الحالة دي بس في حالة اف الحالة التانية. وكمان بنستخدم التعبير ده على بعضه. اف اي وير يو بمعنى انا لو كنت مكانك. علشان ادي نصيحة للي قدامي. بتستخدم التعبير ده وبعدين الكومة. والناحية التانية بقى بنكتب الزمن التاني اللي هو اوض وفعل في المصدر. ادي مثال اف اي وير يو لو انا كنت مكانك اي وود هافت ريست كنت اخدت استراحة. كنت استراحة شوية. اف اي وير يو لو انا مكانك اي وود انت كوم ليت. ما كنتش هاجي متأخر. لاحز ادي وض فعل في المصدر ووض انت فعل في المصدر. يبقى انا كده لسه برضو ماشي على القاعدة بتاعتي هي هي. طيب احيل ازاي سؤال الاختيار زي كده. ادي اف ادي ديد انت ماضي بسيط. محتاج الناحية التانية. الفعل في المصدر موجود. يبقى انا محتاج يا ميت يا قد يا آآ مين التالتة? وود. طيب هاختار مين? نترجم. عشان انا عندي التلاتة. اف اي ديد انت هاف ماني. لو انا ما كانش معايا بلوس. اي ميت باي زيس موبايل. انا كان ممكن اشترى الموبايل. ولا اي وود باي كنت هاشتري. اي ميت نوت باي ما كنتش هاشتري. اي قد انت باي لم استطع ان اشتري. انا معايا فلوس واشتريته الحمد لله. بس بقولك لو ما كانش معايا فلوس ساعدها. اكيد هقول لك ايه بعدين? ما كنتش هقدر اشتري الموبايل. يبقى لازم هنا اختار قد نوت عندي استحالة وعندي كمان قدرة في الموضوع. انا مش معايا فلوس اكيد مش هنفع اشتري حاجة دي اتي. اكي? ما ايتي فيها احتمالات مش هتنفع. طيب كيفية حل السؤال بقى احنا خلاص حلانا اختياري? ازاي حلل ري رايت? وهنتدرك بما ناخد امثلة كتير جدا من الملخص. نصيحة لك في الموضوع ده بلاش تمشي خطوات زي ما كنا بنمشي في تحويل من مباشر غير مباشر او بنحاول المبنى المجهول. هنا الموضوع مختلف تماما. هسبت لك الكلام ده بالامثلة اللي عندك في الكتاب. بس خد نصيحة للاخر عشان تعمل بها صح وطبقها وشوف هتنفع معاك ولا لا. نصيحت لك ان في السؤال ده في حالة F بالزاد ترجم الكلام اللي عندك عربي وشوف انت هتحوله عربي ازاي? طيب تعالوا نشوف الكلام ده هتعمل ازاي? ادي مثال مسلا جاي لك. انا قصير جدا. انا مش بقدر العب باسكتبول. طيب انا خلاص انا قصير وما فيش فايدة ومش هينفع اطول والكلام ده. قال لي استخدم F اللي هي لو. زي ما نقول حرفة معلقة في الجو. يعني حاجة كده مش هينفع تحصل. انا مفروض اقول ايه بالعربي? انا لو ما كنتش قصير كنت زماني بعرف العب باسكتبول. صح كده? طيب انت خلاص عرفتها بالعربي? تعالوا مطبق انجلش. لو اللي هي ازا اللي هي F. محتاج بعد كده منك انك تكون ماضي بسيط والناحية التانية كود فعل في المصدر. طيب اش معنى هنا هاختار كود? لسببين. اولا ان الموضوع فيه قدرة اللي هي استطيع ان العب. اقدر العب. وتاني حاجة ان هو اصلا ادي لك كان على طبق من دهب علشان انت تختار منها كود. طيب ادي بلاي فعل في المصدر وباسكتبول واي زي ما هي. يبقى انا هاخد الكلام ده على بعضه كده. واحوله زي ما هو بس بدل كان تبقى كود. طب بالنسبة للماضي البسيط اجيبه منين? انت مدي لك ماضي بسيط هتنزله ماضي بسيط. بس انت هنا مدي لك مضارع. اي ام. انا اكون. عايز اقول انا لو كنت طويل. انا لو ما كنتش قصير. هنا بقى هاجبها في الماضي وطبعا هاجبها من في. يبقى اي وير نوت شورت لو انا ما كنتش قصير اي كود بلاي باسكتبول. قال لي لاحظ وخد بالك. عندي استخدام اف هنا عملنا ايه? اول حاجة استخدامنا اف في بداية الجملة لانها عرف اي كابتل. لان ممكن يجيب لي اي عليها نقطة طبق اي سمول. يبقى عايزني احطها في النص. ساعتها هعمل تبديل. اخد الاف بالجملة بتاعتها واجبها في الاخر. وهنحل عليها بعد شوية. طيب الخطوة التانية قال لي حولنا الزمن من المضارع اللي ماضي. ليه عملت الحركة دي? عشان اف لازم يجيب بعدها ماضي بسيط. تمام. تالت خطوة. قال لي حزفنا سو. ملهاش اي لازم عندي. استخدامنا هنا ود او كود. مفيش مشاكل. في الجواب بالشرط يعني في الجملة التانية. بعد ما حولنا الفعل من النافي الى الاسبات. طب ليه حولتم من النافي الى الاسبات? ماهو دا ملهوش قعدة سبتة. انا ترجمت عربي وقلتلك انا قصير انا مش بقدر العب كزا. لما يجي اتكلم عربي بقى وحول. اقول انا لو ما كنتش قصير انا كنت هقدر العب كزا. يبه هنا منفعش اجيب كود نوت. لازم اقول كود. كنت هقدر العب الحاجة دي. تمام? ناخد مثال تاني لو لسه في حاجات مش واضحة. في واحد بيقول لي لو انت تعلمت فرنساوي كان ممكن ان انت تحصل على وظيفة فرنسا. برضو دي حاجة فيها احتمالية عادي جدا كان ممكن برضو ما رحش اشتغل في فرنسا. فقال لي استخدم لي مايت لو سمحت. قلت له حاضر انا بالعربي المفروض اقول ايه? لو انت كنت تعلمت فرنساوي انت كان ممكن تحصل على وظيفة في فرنسا. كل اللي انت حاضرتك هتعمله هنا. دي هتنسى زي ما هي. ليه? لان هو اصلا مدهاني ماضي بسيط فمش غير فيها حاجة. قلنا دي على بعضيها هتساوي كلمة مايت اللي هي ربما. وقاتي جيت فعله في المصدر والباق بينززمه. انا كده ما عملش ايه حاجة. قال لي لاحظ طمح حسف ما يعادل كلمة مايت اللي هو بيسويها قد من الممكن كزا. تمام? طيب معلش اديني امثلة كتير على الاختياري. اديني امثلة كتير على عشان اتدرب اكتر ازاي احيل. اعتبر ان انا فهمت. عايز اطبق علشان ااكد المعلومة لانا فهمتها. قلتلك حاضر. ادي اف. ادي نيو ماضي بسيط. محتاج الناحية التانية. واللي ما تنفعش. ود تل تنفع. هي دي. طب نبص في الباقي كده. فعلا في المصدر الوحده لا. والنط برضو لا. رقم اتنين. نقط فاطمة understand the story. اللي هقول مسلا لو فاطمة فهمت الدرس. اه الكصة سوري. ايه ده? اف دي جات في النص يبقى هنا مش اختار اف. يبقى انا محتاج هنا ايه? اف شيريد ايه كارفل لو هي كانت قرت القصة بحرص. ادي الموضل بسيط. محتاج الناحية التانية. يا اما ود يا اما قد يا اما ميت. طبعا بعدها فعل في المصدر. طيب. ادي ود فاطمة وادي فعل في المصدر. تمشي. طيب والفاطمة ما تمشيش. طيب ود هاف فعل في المصدر. لأ. ود هاف بيجي بعدها البي بي. دي مش تابعين. طيب ود بي لما انا عندي فعل في المصدر. يبقى انا هاختار اول واحدة اللي هي. هل فاطمة كانت هتفهم القصة لو هي كانت قرتها بحرص اكتر. رقم ثلاثة. ادي اف. ادي موضل بسيط. محتاج الناحية التانية ايه? خلي بالك. هنا ما عنديش فعل. انا محتاج فعل ومحتاجي. اما قد يا ميت يا. اه سوري ود. طيب ادي از لا. ميت بي ماشي. وير لا. دد لا. يبقى انا هاختار ميت بي بي زي. بعدين ارجع ترجم الكلام عشان ممكن اكون اخترت غلط. لو انت زورت حديقة الحيوان يوم الجمعة كان من الممكن هي تكون مزدحمة. رقم اربعة. ادي افي بانا هنا محتاج موضل بسيط ضروري. ول لا. هاف لا. ود لا. هاد انوف ماني. كان لدي مال كافي. اي ود باي كنت هشتري عربية جديدة. طيب ادي الماضي البسيط. لو كان عندها وقت فاضي اكتر من كده. شي نقط فعل في المصدر. يبقى انا محتاج عندي يا ود يا ميت يا قد. مين عندي هنا? مصد لا. واللي لا. ود هاف برضو لا. يبقى انا هاختار كانت هتقرأ اكتر اه في بلغة الانجليزية. ادي طبعا اف و ادي ماضي بسيط. محتاج الناحية التانية. برضو يا ود يا قد يا ميت فعل في المصدر. طيب واللي لا. هاف جن طبعا لا. كود جو تمشي معي. والله حزر ما مش بيجيب لك اتنين اخوات ابدا مع بعض. يعني مش هيجيب لك كود جو ومعاها ود جو ومعاها ميت جو. مستحيل. لان التلاتة هيمشوا معي صح. اف اي هاد سمارت فون لو كان عندي الهاتف الزكي. اي نقط ميك انترنت فرانس. كان كنت هعرف ان انا اكون صدقات عبر الانترنت. طيب انا عندي الفعل في المصدر. اللي مش موجود عندي ود وميتي وشو وقد. طيب ادي كان لأ مي ول لا. يبقى هنا اختار اخر واحدة ود ميك. وي نقط بي ليت اجين ادي اف ادي بوت ماضي بسيط. محتاج الناحية التانية. عايزة ود فعل في المصدر. طيب بي موجودة اللي هي فعل في المصدر. يبقى انا هختار ود. بس ايدا عندي ود انت منفية. طيب انا كده ممكن اختار واحدة من الاتنين. ساعتها بقى لازم تحط كل واحدة في الجملة والترجم. اقول وي ود بي ليت اجين. احنا هنتأخر تاني. لو احنا اشترينا عربية جديدة. ولا احنا مش هنتأخر تاني لو اشترينا عربية جديدة. لأ طبعا انا لازم هنا اجيبها من في. انت لو معيك عربية جديدة مش هتتعطل كل شوية في الطريق بتاعك. يبقى انت مش هتتأخر. يبقى اقول وي ود انت بي ليت اجين. احنا مش هنتأخر تاني لو اشترينا عربية جديدة. تسعة. ادي ود. ادي فعل في المصدر. ادي اف اللي مش موجود عند الماضي البسيط. feeling. no. am feeling. no. feel. no. felt. ماضي. بسيط. تصريف تاني للفعل. where. نقط. go. فعل في المصدر. ادي اف. و ادي. if you could go anywhere in the world. طيب. اف جات لي. وادة بعديها. كودة طبعا في الماضي. محتاج هنا الناحية التانية. يا اما ودي اما كودة اما ميت. والفعل في المصدر موجود اللي هي. وعشان ده سؤال لازم اجيب معي الفعل. طب الفعل يجي فين? قلنا في السؤال الفعل بيجي بعد الفعل المساعد او الفعل النقص. يعني لو عندك او كودة او ميت. هما اللي هيبوا في البداية وبعديهم الفعل. عشان كده هاختار. would you? ولا you would? طبعا هاختار. would you? where? would you go? if you could go anywhere in the world. الى اين كنت ستذهب لو كنت تقدر تروح اي مكان في العالم. اللي هو لو انت عندك القدر انك تسافر اي مكان تحب تروح فين. اخر اتنين معنا. if زي نقط. طبعا. if لازم بعديها ماضي بسيط. طيب. told ماضي بسيط صح. tell المصدر. telling no. where told? ايه ده برضو ماضي بسيط. طب يبقى هنا اختار مين? where told ده مابنى المجهول. صح كده? told ده مابنى المعلوم. يبقى لازم اترجم. لو هما اخبروا اخبروا عن النتائج بتاعتهم. هما كانوا هيكونوا مبسوطين جدا. تحس ان الكلام مش مع بعضه. طب تعالى نجرب التانية كده. لو هما تم اخبارهم عن نتائجهم هم كانوا سيكونوا اكثر سعادة او سعداء اكثر جدا. طبعا دي تمشي. ليه? لان هما مش هيقولوا الاخبار او هما مش هيقولوا الدرجات بتاعتهم والنتائج. هما هيتم اخبارهم عن النتائج بتاعتهم. يبقى في الحالة دي لازم اختار ونركز كويس جدا. انا بعد ما بختار لازم اراجع الاختيارات التانية لربما يكون في واحد تاني بيمشي معايا. ولو لقيت اتنين او تلاتة يمشي مع الجملة. يبقى هنا لازم اجرب كل واحدة فيهم. واشوف مين فيهم اللي ماشي معايا على حسب سياق الجملة او على حسب الترجمة بتاعتي. تعالوا نشوف اللي بعدها. زي نقط زي احنا دايما بنربط بف يا ميسيب انا راح اختار ف على طول. اقول لك ماشي اختار ف بس بعد ما تختار ف ترجم الكلام كل على بعض وشوف هو ماشي مع بعض ولا لا. طيب تعالوا نترجم على العساس ان احنا نختار ف. هم كانوا زي كان هيكون معاهم فلوس اكتر لو هم اشتروا ملابس كثيرة جدا. الكلام مش ماشي مع بعضه. ازاي هم هيكون معاهم فلوس اكتر بكتير لو هم اشتروا ملابس كتير جدا. ده مش طبيعي. انا كل ما هشتري اكتر كل ما الفلوس اللي معاي هتكون اقل. مش هتكون اكتر. طيب تعالوا نجرب بتاعة انليس. انليس دي احنا اخدناها قبل كده اللي هي بتساوي اف نوت. يعني لو لم. او ازا لم. المؤمن هي اف بس امن فيها. كان هيكون معاهم فلوس اكتر لو لم يشتروا الكثير من الملابس. هي دي. لان في الحالة دي مش ينفع اربط غير بانليس. كأن بالضبط بقول اف نوت. لو هم لم يشتروا. كلمة لم هي دي بس اللي اضفت عندي فهي دي اللي خلت الكلام يمشي مع بعضه. ما ينفعش اقول هم هيكون معاهم فلوس اكتر لو هم هاشتروا ملابس اكتر. يا ريت كل ناس هتنزل تشتري على طول الهدوم. وكل ما اشتري هدوم اكتر كل ما الفلوس بتاعتي هتزيد. بس طبعا ده مش بيحصل. يبقى انا هنا لازم اقول لو لم يشتروا. طب قلاص عرفنا زي اختياري. نشوف الزي ريت بقى. قال لي اي كانت جون انا مش قادر اطلع اجازة لاني انا ما عنديش وقت كافي. خلاص فاهمنا الكلام بالعربي. قال لي معلش استخدم لي اف اللي هي معاناها لو او ازا. قلت له حاضر. لو انا هحاول الكلام ده عربي. وعايز بقى حاجة خلاص مش هينفعة احصل. اقول لي ايه? لو انا كان عندي وقت فاضي. انا كنت هطلع اجازة. خلاص كده تمام عربي? قال لي تمام. طب حرف اي بتاع الكابتل. قال لي اه كابتل. يبقى انا هبدأ بيه الجملة. اقول ايه? لو انا كان لدي وقت كافي. ادي اف اللي هي لو. ادي اي اللي هي انا. طيب هاف لدي. عايز احاولها ماضي بسيط. يبقى هاد. وانوف تنزي زي ما هي. بعدين نعمل كومة. ونبدأ نكون في الناحية التانية. اقول كنت هقدر اطلع اجازة. اللي هي اي برضو فاعل. كان طبعا احاولها تبقى كود. يا اما ميت. يا اما وود. عندي كان يبقى خلاص اخليها هي هي تتحول بس الكود. وبعدين احط الفاعل في المصدر جو اون هوليدي. اديني. افعي هادي نفتايم اي كوت جو اون هوليدي. لو كان لدي وقت كافي كنت او كنت هقدر اطلع اجازة. واللي عرفت ليه احنا كنا بنقول ان انت ترجم عربي. حول عربي وبعدين ارجع ترجم انجلش. لان انت لو ما عادش كلام ده. ممكن كانت تنزلها كودنت. ممكن بيكوز اصلا وانت بتكتب تقول ايه ده. طب بيكوز هتروح فين. عشان كده بيقولك مش ينفع الكلام ده خالص. انت ترجم عربي وشوف انت مفروض تقول ايه بالعربي. بدليل الكلام اللي جاي ده. واحد بيقولك انصحك ان انت ما تكذبش. او ما تقولش الكاذب. تمام? ايه ده? ده ولا فيه جملة اولة ولا فيه جملة تانية ولا هينفع اربط بف اصلا. لحضرتك واحد بينصحك ان انت ما تكذبش. اقوله ايه? لو انا عايز استخدم ايه? اقوله انا لو مكانك مش هكذب. هي دي. يعني ايه? انا لو كنت مكانك. اف اي وير يو. لازم تحفظه زي اسمك. اف اي وير يو. اف اي وير يو. بعدين بنعملكم اقول انا ما كنتش هكذب. طيب انا اللي هي اي. هنا استخدم wouldn't. استخدم couldn't. استخدم might not براحتك عادي جدا. بس يريد تستخدم wouldn't احسن. might فيها احتمالات. وقد فيها قدرة. انا مش عايزهم. اقول اف اي وير يو لو انا مكانك. اي wouldn't تيل عايز. لم اكن لأكذب او لم اكن لاخبر الكذب. لاحظ بعد wouldn't لازم اجيب فعل في المصدر. والكلام ده. يعني مش مترتب خالص من الكلام ده. بس انا عرفت اترجم الكلام الاول عربي. وعرفته وعايز يقولي ايه. بمثال كمان. بس ده سؤال. ادهول له سؤال. وبرضه طبعا كلمة what لازم تنزي زي ما هي. بيقول ايه سؤال? what would you be able to do? ماذا كنت ستفعل? if you travel to انجلند. لو كنت سفرت انجلترا. عايز تقول ايه حضرتك? انا استخدمت be able to اللي هو تكون قادر على قلت لك استخدم كلمة could اللي هي تستطيع او كنت تستطيع. هنا انا مش هعمل اي حاجة. انا هكتب سؤال هو هو. بس بدل ما اقول would you be able to? هقول لك could you? ليه كده? ما هي قد بتعبر عن القدرة? وكلمة a be able to سوف تكون قادر على او تكون قادر على برضو بتعبر عن القدرة. طب اديني كده لو انا عايز ارتب الكلام. فين اف? قلت له اف في النص. طيب فين الماضي البسيط? ماضي بسيط اهو بيجي بعد اف على طول. طيب فين كود والفعل في المصدر? قلت له ادي كود يا سيدي. و ادي دو فعل في المصدر. تستطيع ان تفعل. طيب انت ليه حشرت you في النص? علشان ده سؤال. والفعل بيجي بعد الفعل النقص. تمام كده? عرفنا كل كلمة بتترتب ازاي وتتعامل ازاي? مفيش مشاكل انك ممكن تيجي تكتب الكلام ده في الامتحان. تكتبه طبعا كلام تاني خالص وتغلط اكتر من خمس ستة غلطات في السؤال. ولا يهزك اي حاجة. بعد ما تكتب كل الغلطات دي ابدأ راجع مع نفسك. هو انا كاتب الماضي البسيط صح? ولا انا كاتبه غلط? طيب هو انا كاتب الفعل قبل الفعل ولا بعد الفعل? طيب هو انا حطت اف ولا انا نستها? طيب انا نزلت وط زي ما هي مكانها ولا انا حشتها اصلا? طيب انا حطت علامة الاستفهام ولا ايه? ابدأ راجع مع نفسك واحدة واحدة هتلاقي نفسك ان انت في الاخر حالتها صح? احسن من واحد تاني كان وصد في نفسه مئة مرة وكان كاتبها صح بس غلطان في غلطة او اتنين. عادي جدا. حتى لغلطان اقع عشر غلطات ممكن تعدلهم. تمام? تعالوا نشوف اللي بعده دي جملة خبرية بقى. عمر كان من الممكن ان يحصل على جائزة لو العالم ده رأى الاختراع بتاعه. قال لي استخدم مت مت بتساوي كلمة او كان من المحتمل. يبقى انا هعمل ايه? انزل الكلام زي ما هو. لاني ادي اف جاهزة في النص. ادي السو ماضي بسيط بعدها. بس بدل ما هستخدم مود. قال لي استخدم ميت. فقلت له معلش. ميت بتساوي كلمة اصلا. اللي هي معناها من المحتمل. فانا هحوش الكلمتين واكتب كلمة ميت. طب لما نيجي انت نكتب الكلام. بعد ما خلصته اراجع مع نفسي. كأني بسأل نفس سؤال سؤال. فين عمر? الفاعل اهو. طب كتب ميت لو عايزها اهو كتبتها ما نستهاش. طيب ما تنساش ميت بيجي بعدها الفعل في المصدر. رحت انت وتلقى اه ما هو الفعل في المصدر على طول. ما نستوش. طيب ميت جيتا برايز فين اف اف ربطت بيها في النص عشان هي ما كانها في النص. ادي الفعل ادي سو ماضي بسيط وكملت الكلام زي ما هو. اترجم. عمر كان ممكن ان يحصل على جائزة لو العالم رأى اختراعه. رقم خمس. مونة دازنت هاف سمارت فون. مونة ما عندهاش تليفون زكي او التليفون الزكي ده. هي لا تستطيع ان تحول الفلوس او المال الى اختها. طيب خلاص هي ما عندهاش تليفون. بس اقال لي استخدم لو. اللي هي ازا? اقول له لو مونة كان عندها تليفون زكي كانت هتقدر ان هي تحول الفلوس لاختها. اول حاجة اول حاجة اخد بالي منها ان كان هتتحول لقد. ما استخدمش هنا لا ود ولا ميت. استخدم القدرة. طيب بعد ما حاولها القد فينه الفعل في المصدر قال لي اهو. وهكمل وطبعا هنددأ بشي فعل. طيب اعتبر ان الكومة في النص. قلت له لأ. سوري بقى. هنا مش هينفع نبدأ بف. طيب ليه ما احنا بنبدأ بيها دايما. قال لي لا. اف هنا مع مولة الاي سمول. يبقى هو عايزني اربط بيها في النص. يبقى اعكس بقى الكلام اقول ايه? مونة كانت هتقدر تحول الفلوس لاختها لو كان عندها تليفون زكي. ابدأ بقى بالجملة التانية. مونة بدل شي. بدل كانت اقول could transfer money to her sister. اربط بقف في النص وبعدها ماضي بسيط. طيب بدل هاف لديه اقول كان لديه. يبقى هاد اسمارت فون. تزنت اختفت خالص من الكلام. النط اللي في كانت اختفت برضو من الكلام لان انا بترجم عاربي واشوفه عايز مني ايه? اخر مثال معنا. اف اي وير ريتش لو كنت غني. اي ود باي ذات كار. كنت هاشتر العربية دي. وقال لي استخدم لي كلمة فقير. هنا بقى ولا عايز might ولا كد ولا حاجة. هو اصلا مستخدمها جهزة. لو كنت كزا. طيب حضرتك كاتب لي كلمة غني. وعايزنا استخدم كلمة فقي عادي جدا. اقول لك لو ما كنتش فقير. وهنزل الكلام زي ما هو. لو لم اكن فقير. دي مش كات خالص طبعا مش حد يشتري قطة لو كان مع فلوس. تبقى كار. اوكي? طيب احنا كده نكون خلصنا بتاعتنا. اخدنا فيها فيديو واحده بس عشان نركز فيها لان حالات اف كتير وفيها مشاكل كثير. اتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا الكلام ببساطة. حاول تسمع الفيديو مرة تانية عشان تثبت المعلومة كويس. والمرة التانية بقى تحل انت الامثلة من نفسك.